اشتركوا في القناة في الوقت الراهن إضافة إلى الخطط والبرامج التطويرية التي تسعى المؤسسة لتنفيذها مستقبلا من خلال زيادة فعالية الأداء وتطوير الأنظمة والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة بما يخدم هذا المرفق الحيوي الذي يربط البلدين الشقيقين وبما يسهم في رفع كفاءة العمل وسبل دعم الحركة السياحية والتجارية من جانبه عرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الإدارة على حرصه ومتابعاته لمشاريع المؤسسة وتقديم الدعم المستمر في إطار العمل على تنفيذ المشاريع التطويرية مشيدا بالجهود التي تقوم بها الإدارات الأمنية والمؤسسات في الجانب البحريني وعملها المتواصل لرفع مستويات الأداء وتطوير مناطق الإجراءات ترجمة نانسي قنقر